رمال وصحراء وجبال انهكت سنوات الحرب وفي الظفة الاخرى اودية تزف خضرتها وتعطر الجهات انها تنقضات الارض والانسان ثلاثة كيلومترات تقريبا تقلنا السيارة جنوبا من مدينة الحزم مركز محافظة الجوف وهي المسافة التي يقطعها المرء لتتغير امامه الوان الطبيعة ومناظرها الخلابة وصولا الى وادي الشجن والشجن هنا ليس فقط ما يرتبط بالروح ومشاعر الانسان لكنه احد الاودية الزراعية الخصبة والشهيرة بزراعة القمح والذرة بانواعها هذا وادي الشجن يأتي العمر بمنطقة زراعية نزرع فيها الحبل الذرة البيضاء بانواعها سمحي وفهدي وجمازي يمتز وادي الشجن باراضيه الخصبة ومساحاته المفتوحة التي تتجمع فيها السيول الموسمية القادمة من مديريات الجوف العالي ومنحدرات جبال سفيان عمران وجبال ارحب ولوادي الشجن عمقه التاريخي اذ يحده من جهة الجنوب البوابة الغربية لمدينة معين التاريخية ومن الشرق على ربوة مرتفعة منطقة اثيل التاريخية او كما تسمى قديما يعمل المزارعون في هذا الوادي بامكانات وجهود شخصية لزراعة المحاصيل بانواعها وعلى الرغم من غياب الدأم الحكومي والمحلي وعدم الاهتمام بالجانب الزراعي في هذه المحافظة التي تعد من اخصب المحافظات اليمنية زراعيا هذا وادي الشجن يزرع القمح يزرع البر يزرع الحلبة يزرع جميع الاشياء لكن قاصر علينا المتحركات الامكانيات من دولتنا نريد منها تدعمنا حيثما وليت وجهك من وادي الشجن تأسرك الخضرة بمروجها وسحرك الفتان الذي يملأ الجهات ويتراء للزائر كأنه امام لوحة خضراء صاغتها انامل فنان النأسك ولعلها الصورة المغيرة لجفاف الحرب التي تعيشها محافظة الجوف على امتداد جبالها وصحاريها لسيما وقد انهكت سنوات الصراع ارواح الكثير من اليمنيين وغيبت عنهم مشاهد الطبيعة الاسرة وحياتها الوارفة بالجمال بفعل الطبيعة لغير تحولت هذه المساحات الخضراء الى ما يشبه منتجعات سياحية يقصد خزائرون في صورة تؤكد قدرة الانسان اليمني على تجاوزه للصعوبات فهل السلطات المحلية قادرة على خلق واقع يناسب التحولات التي تشهدها المحافظة لننتظر ونرى علي الجرادي قناة بلقيس الجو اشتركوا في القناة